المشايخ الفضلاء والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين من منهج الدعوة الذي هو منهج قرآني ومنهج نبوي ومنهج سار عليه العلماء أن يعرف الشر حتى يحذره الإنسان ولذا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره حول هذه الآية كلاما ما معناه أن الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله تعالى والعياذ بالله حتى يتجنبها الناس وحتى يتقيها الناس لأن الإنسان إذا لم يعلم ما يوقع في سخط الله وقع فيه من حيث لا يشعره ولكن إذا وضح له وبين له ذلك فإنه سوف يتنب هذا السبيل الموصل إلى سخط الله وغضبه وعقابه نعوذ بالله من ذلك فلابد من بيان ذلك البيان الواضح والبيان الشافي وإلا إذا كان الأمر ملتبسا ومشتبها وقع الناس في الضلال هذا خلاصة معنى ما ذكره الشيء عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ويدل على ذلك ما تضافر به الآيات وما جاء أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المعروف حديث حذيف رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخنه ثم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين البيان الشافي ما هو هذا السبيل سبيل الشر ولذلك الواجب على الدعاة أن يبين هذه السبل المنحرفة والسبل كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوَعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا فمن السبل التي يُصَدُّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَتْلُ قَتْلُ الأنبياء وتابعيهم والاستهزاء بهم ورمي الشائعات ونسقها حولهم كل هذا من سبيل المجرمين الذين يُصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ أَخْطَرِ مَا يَصُدُّ بِهِ الْمُجِرِمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الشُّبُهَات الشُّبُهَات من أخطر ما يُصُدُّ به هؤلاء الناس عن دين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما يُزَيِّنُونَ من الشُّبُهَات وما يُبَعَثُونَ من الشُّبُهَات ولذا كان من منهج الإسلام أن تُتناول هذه الشُّبُهَات بالرد وأن يُتناول أصحاب الشُّبُهَات أيضاً بالرد والتحذير وأجمع على هذا الأئمة الأعلام وتضافرت بذلك أدلة الكتاب والسنة أن يتباعد الإنسان من الشر ومن الشُّبه وليس من المنهج الصحيح أن يذهب الإنسان إلى أماكن الشُّبُهَات ويسمع ويقرأ ويُناقِش من غير حُجَّة ولا علم ومن غير حاجةٍ شرعية من مناظرةٍ بشروطها وغير ذلك ولا تستمع إلى الذين يصُدُّون الناس عن هذه الرُّد بشُبُهاتٍ كثيرة فإنهم يُريدون أن ينتشر الباطل بشُبُهاتِه وإذا نطق ناطقٌ بالحق وأراد أن يُفنِّد هذا الباطل قاموا في وجهه تلك القوم الخاسئة الخاسرة ولا فرق عند علماء أهل الإسلام بين المُتكلم بالباطل أو الساكت عن الحق فأحدُهما شيطانٌ ناطق وأحدُهما شيطانٌ أخرص أول وأهمَّ المسائل التي حاول أعداء الرُّسُل من قديم الزمان أن يصُدُّ الناس عنها هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وهذه أعظم المسائل التي جاءت بها الرُّسُل والأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي جاءت بِهِ الْأَنْبِيَاء فَإِنَّهُ عَلَى بَاطِلٍ وَإِنَّهُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَمِنْ أَعْدَاءِ رُّسُلِ اللَّهِ وَمِنْ أَعْدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلْ مَا تَرَى حَوْلَكَ مِنَ الْجَمَعَاتِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوا الْنَّاسَ عَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كَذَلِكَ هذا يبعث الإنسان على أن يخاف على هذا الإيمان وعلى هذا التوحيد فماذا يجب عليه أن يفعل بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الواجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فالواجب علينا كلنا يا أخواننا أن نجتهد في تعلم هذا التوحيد وفي حفظ مسائله لأنه فرض الله عليك الواجب كما جاء في حديث معاد رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال قلت الله ورسول أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولذلك يا أخواننا الإنسان الواجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد وأن يكثر من المطالعة في كتب التوحيد أعظمها وأولها القرآن ثم ما صنف من كتب العلماء ككتب الأئمة من قبلنا كتب الإمام البخاري وغيره من أئمة العلم والهدى والدين إلى ما كتب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المظلوم المفترى عليه الذي نسج حول دعوته ما نسج من الكذب ومن الباطل ومن التلبيس ومن البهتان وهم يعلمون تماما وحقا أنه ما دعاهم إلا إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعاهم إليه المصلحون من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى لكل الموضوع طيب المحاضرة عبارة عن شبهات ورد عليها أخذتها من كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونحن بنحاول نبسط ما ذكره هؤلاء العلماء ونذكر عليه الأدلة من الواقع وهذه كتب هؤلاء المجرمين موجودة طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب كتابا سماه كشف الشبهات وذكر فيه قاعدة تعلم عوام الناس من الموحدين وكذلك تعلم صغار طلبة العلم ومن دخل جديداً في دعوة التوحيد تعلمه كيف يرد على الشبهات لأن أخواننا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قامت ما كانت هناك وصائط إعلامية ما كان في تلفاز ما كان في صحف وجرائل ومجلات وكانت وسائل التواصل صعبة دواحد نمرة اثنين كانت دعوة الشيخ رحمه الله محاربة حرب شديدة جداً ومن وجد معه شيء من كتب الشيخ رحمه الله صار خارجياً مبتدعاً مرتداً عن دين الناس في ذلك الزمان وما كان الشيخ يستطيع أن يدخل كل بلدة ولا أن يدعى إلى محاضرة كما ندعى الآن مثلاً فيأتي ويرد على الشبهات ويكسر كلام أهل الباطئ خاصةً أن هؤلاء العلماء ليس عندهم علم ولا حجج حتى يواجهوا بها الحق ولذلك الشيخ حتى لا تنتشر هذه الشبه ومن دخل في دعوة التوحيد ينقص ويرجع بالشبهات التي تتخطف الناس صنَّف هذا الكتاب العظيم كتاب كشف الشبهات صنَّف الكتاب ده وده فيه ورد على الجماعة دارين يرقوده تحت البطانية فيه مجموعة عامل لك فوقه بتاع دعوة ودار يرقود تحت البطانية وما دار يستغل الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألف كتاب لأنه في ناس يقول لك دي الشغلة بتاعة الشباب ده عن إحنا ألفنا كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألف كتاب كشف الشبهات حتى يعلم من دخل في التوحيد حديثاً كيف يرد على شبهات هؤلاء المضلين المجرمين يتعلم كيف يرد على شبهات المتصوفة والشيعة وغيره حتى لا تأخذه وتتخطفه هذه الشبهات فصنف هذا الكتاب واعتنى به العلماء بالشرح وبالتدريس والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد تدريس هذا الكتاب بعد تدريسه في شنو تمشي تستغل دعوة صح بما عندك من العلم أما مسألة ما عندك فيها علم ما بنقول لك شنو تمشي تناظر فوقه أو تعقد المجالس والمناظرات باطل إذا ما كان الإنسان المناظر عنده علم أو كان عنده علم لكن لا يستطيع أن يستحضر الأدلة ويرد على الخصم ويكسر حجته ويكون قوي القلب أثناء المناظرة بتقوية الله له أو ما كانت هناك مصطحة في مناظرة هذا المبطل أو كان هذا المبطل وحده ما بمشي بنكت يا أخوانا أمشي أناظر قد يكون في واحد مثلا عنده شبهات بتاع تصوف أو غير تصوف قاعد في الحلة بعيد ما أفزل عارف أنا ما بمشي بجيبه يا أخوانا أجر من أضانه وأجرجر وأتكلم فيه قدام الناس وأقوم أناظره وأقيم الدنيا ولا أقعده هذا ليس من منهج السلف وهذا من هذه من المناظرات المحرمة أما إذا انتشرت شبهات المبطل بين الناس إذا انتشرت شبهات المبطل بين الناس وصار هذا المبطل داعي لهذه الشبهات بين الناس فإن الواجب التحذير منه وكلمة الواجب التحذير منه يشمل التحذير مما عنده من الباطل والتحذير منه باسمه كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كشف الشبهات لأنه تاني في ناس قاموا جونا بوهمة جديدة قالوا تحذير من الخطأ لكن ما تحذير من المخطئ ناس الحلبي وغيره وفي برضو أبو مين كده أبو متوفيان برضو جاب الشبهات قال تحذير من العمل لكن ما تحذير من الاسم يا أخفزون أنا أقول لك يا فلان الزول دا مكانيكي لكن الزول دا ما يشتغل كويس تقول لي هاي لكن ما تجيب اسمه ومتجنود ذاته أسه دا عقلا يستغيم ذاته كلام ذاته من العقل ذاته ما بي فلابد يا أخوان من تحذير الناس منهم وتبين الحق لهم يفهمه أدنى الناس فهما وأبلدهم عقلا لابد يفهم الكلام يكون كلام واضح فالعلماء قالوا زي ما قال دي مسألة مهمة زي ما قال الشيخ عبيد الجابر وقال الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني رحمهم الله في التحذير من أهل البدع وهذا هو تأصيل العلماء ما كلامنا نحن أن أهل البدع نوعان منطو على نفسه وداعية إلى بدعته الداعية هو الذي يرجع إليه الناس كما ذكر الشيخ رسلان في دراسات في البدع والمبتدعين والذي يرجع إليه الناس في تأصيل هذه البدعة دايس مجنو داعية زول شغال ينشر البدع بين الناس ويؤصل لهذه البدع هذا داعية وفي زول عنده البدع لكن منطوع على نفسه لم ناغش بها زول ولا وقف يوم في الجامعة يتكلم بالبدع ولا قعد في سماية يتكلم فيها ولا في مناسبة من المناسبات تكلم ونشر هذا الباطل فهذا لا يذكر اسمه أو ما كان مشهورا بين الناس يعني هل الآن انتم في السودان يا أخواننا بتعرف واحد اسمه محمد سعيد النورسي تعرفوا الزول لا ده نفس أفكار الترابي وعنده مركز لو سنين في المعمورة رفتها وبيقول يا جوج ما جوجهم الصينيين وينكر الدابة والله وعنده كتب يسمى رسائل النور وعنده برضه مذهبا متصوفا وغير من المذاهب الباطلة والفاشئ والعاطلة أنا ما ممكن في الحلقات أتكلم عن سعيد النورسي قولك انت قاسد الموبايل القديم دا مش زمان في موبايل اسم النورس الناس ما أفع منه لكن لزير لكن بشرة لكن عبد الحي يوسف وغير من أئمة البدع والضلال هؤلاء الواجب يا أخوان نجن أن يحذر منهم بأسمائهم قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله إلا أن يحصل بذلك مفسد فعند ذلك لا يذكر شين يا أخواننا الإسم إذا بتحصل مفسد ما بيجوز هنا ها ما بيجوز ذكر الإسم بيبقى حرام في ناس بيقول لك لأنه في ناس عندهم تاصيل غلط يقول لك لا يا أخوان ماذا الذي خاضع للمصالح والمفاسد العلماء قالوا كما قال الشيخ ربيع حفظه الله قال المصلحة موجودة بأن يرد على الباطل الذي انتشر بين الناس كونه يرد على الباطل هذه هي المصلحة المصلحة متحققة لا شك فيها زول نشر باطل وأنا رديت عليه دي مصلحة أم لا مصلحة مصلحة متوفرة يبقى النظر وين النظر في حصول شنو يا أخوان المفسدة زي شنوه كأن يكون هذا المبتدع حاكما فهنا لا يذكر باسمه لأن هناك مفسدة شرعية وهي الكلام على الحاكم في المنبر وهذا عليه عمل السلف ولا يحتاج إلى كلام أما الإنسان الدعي للبدعة الشيخ ابن عثمين يقول هذا نقول أنه قد يتعين تعينه أي يذكر باسمه وكذلك ذكر الشيخ الألباني رحمه الله فالذي قادنا إلى هذه المسألة أن هذا أخوانا هو منهج السلف وما زال السلف يجادلون أهل البدع ويردون عليهم ويحذرون منهم ويكشفون باطلهم للناس ويأتون بكتبهم وينقضونها هذا أيضا من أعظم الجهاد ومن أعظم منهج السلف كما رد سلفنا الصالح الإمام البخاري في الصحيح الكتاب كله رد على أهل البدع كتاب البخاري ذا صحيح البخاري كله رد على أهل البدع وابن ماجيا خدت المقدمة رد على أهل البدع والإمام مسلم في الصحيح أصل لهذه المسائل وأفرد أهل العلم كتبا بعينها كما أفرد الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد وغير من الكتب وكذلك الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي الذي ألف كتابين في الرد على الشبهات الموجودة الآن في الساح شبهات صيد قطب في ظلال القرآن ولزيرك وعبد المحمود نور الدائم وغيرهم في كتابيه كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على بشر المريسي العنيد وقد قال عنهما شيخ الإسلام من تيميا رحمه الله أنهما من أعظم الكتب في هذا الباب أو كلاما هذا معنى وقال عنه الإمام الذهب رحمه الله كان بصيرا بمناظرة أهل البدع وكذلك ردود العلماء من بعدهم تجي تشوف كتب شيخ الإسلام من تيميا رحمه الله كتاب الرد على الشيعة والقدرية كتاب رد على واحد شيعي مؤلف منهاج الندامة ابن المطهر الحلي ألف كتاب جاء فيه شبهات ابن تيميا رحمه الله نقضه في كتاب منهاج السنة النبوية جاء البكر الصوفي وكذب على شيخ الإسلام وأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وواء الآخر فرد عليه شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة في الرد على البكر كذلك الرازي جاء بقاعدته التي اتبعها الترابي وجميع المعتزلة ناس عدنان إبراهيم وغيرهم وغيرهم من المجرمين درازي زمان نجر بدري حاجة سما بالقانون الكل وقال فوق العقل قدام الكتاب والسنة وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فألف شيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل كتاب كامل في الرد على هذا القانون المسمى بالقانون الكل وغير من الرد على المنطقيين وشيخ الإسلام نتيمي رحمه الله في مجموعة الفتاوى المجلدة التامن مجلدة القدر واحد من أهل الذم أرسله أهل البدع ليحتج بالقدر وقام ألف قصيدة من سبع أبيات ابن تيمية كان قاعد في درس رحمه الله عشان تشوف ذات الردود بتكون في أي محل فجاء بسبعة أبيات قافيتها التاء وأنه قد تشكك ووال آخر فرد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في نفس المجلس ده جابي في شكل سؤال الجواب كان قصيدة بنفسي القافية التائية في مئة تمانية وعشرين بيت كيف الكلام ده كيف ده منهج السلف النازم تتمسح بالسلف ساكن نازم تتمسح بالسلف ريّموا بمئة تمانية وعشرين بيت خلى راسه كله مفرزعي شعرات ثلاثة يتلمن برأي ده منهج السلف يا ناس منهج السلف ده منهج واضح وصادع وكذلك تعشوف المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله رد على البوطي ورد على الغزالي في باحته للغنى ومعاوى القرضاوي وألف كتاب التوسل في الرد أيضا على البوطي وغيره وأمثاله وردود كثيرة جدا ككتاب الردود الصريحة على ما افتراه ابن عبد المنان واعتداء على كتب الأيم الرجيحة كتاب قوي جدا في مصطلح الحديث رد فيه أيضا على هذا الإنسان وغير من الكتب وكذلك كتب العلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتب كثيرة جدا رد على سيد قطب فيما يقارب الأربعة أو خمسة كتب رد عليه في العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم ورد على الخطاب الذهبي للشيخ بكر بوزيد رحمه الله وغيره من الكتب وجماعة واحدة رد على عبد الرحمن عبد الخالق وده يا أخواننا منهج السلف لشان ما أفزول يجي يغيرك لأنه بعض الشباب يمشي ما شاء الله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يمشي تمام تلقاهم من أنشط الناس وقد بارك الله في كلامه يقوم يجي واحد في نص الشارع يقطع عليه والشارع ولم يقطع عليه هو وحده وإنما قطع على آلاف من الناس يمكن أن يستفيدوا منه يقوم يمشي مع داب الله أخواننا صحي أخي قالوا يا أخي الشغل ذي كده ما ابتجه والمناظرة عندها شروط كثيرة ومن هذه الشروط أن يكون الإنسان وأن يكون وأن يكون شروط لا تنطبق أظن إلا على ابن تيمية أو بعض السلام والله بل وصل بهم الحال إلى أن يضع شروطاً لو أردت أن تنصح المسلمين لو دارت أعمل نصيحة ساي في ناس بدوك شروط الشرط الذي نعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تذكر المسلمين تذكرة في أمر من أمور الدين أن تكون عالماً بالمسألة التي تريد أن تتحدث فيها وأن تنصح الناس فيها ده نحن الشرط البنعرف وتبين هذا للناس لكن أما أنه يجعل ليك شروط عشان تتكلم للناس في أن يدعى الله وحده ولا يشرك به شيء إنه لابد يكون عندك يعني تحفظ من الكتب وتحفظ من التفاسير وتحفظ من الحديث وتحفظ وتحفظ هذا يا أخوانا عبارة عن تعطيل لدعوة التوحيد ولذلك نحن رسالتنا لأخوانا أن الناس تتعلم يا أخوانا تمشي تشتغي وتحرص على ما يسر الله من الدروس العلمية والمحاضرات واللقاءات وأن يجعل الإنسان له ما يقيد به هذه الفوائد وأن ينصح بها من يسر الله له أن ينصحه تمشي بها ربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منه لا يستوي الذي يمشي بين الناس بالحق وينصح الناس ويخاف على الناس والذي لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن ينصح الناس لا يستويه ولذلك الناس أخوانا تحرص على البرامج والدروس العلمية وتمشي بدعوة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر والثواب إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى خاصة أخوانا في زمننا ده في بلدنا دي والله الكلمة التي تقول دي ده جهاد ما بعده أي جهاد فلابد يا أخوانا الناس تستعين بالله وتتعلم هذا العلم الشرعي طيب فدخوانا من العلوم التي تعلم للناس طيب والشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب قاعدة الرد المجمل والرد المفصل ما نريد أن نقف عندها ندخل في بعض الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب والرد عليه وقد جمعنا بين كلام الشيخ وتلخيص الشيخ وشرح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع طيب في ناس بيجيوا من الشبهات التي لقنها لهم أئمة الضلال من بدري طبعا الكلام ده ما جابوا ناسا لزيري والخنجر حامد بابكر ووائل آخر وإنما جابوا من زمن أبو جهل وأبو لهب والسلسلة بتاعة الضلال ماشي لغاية ما تولى المتاخرين ناس أحمد زيني زيني دحلان وغيرهم وغيرهم من عداء الدين و ناس الجفري وعلو المالك والكوثر وأبو غدة وغيرهم والبوط وغيرهم من هؤلاء الضلال طيب يقول لك نحن ما ما بنشرك بأله لأنه نحن بنشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده ولا شريك له وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره يقول لك نحن جنون أقعد إن نشرك بالله الخالق الله والرازق الله براه وحده ولا شريك له والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته يقول لك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الضلال ما فأهم التوحيد يا أخواننا والشريك يقول لك طيب النازل مشكلتهم شنو يا أخو والله كلامهم صح ده زول خبيث ده زول خبيث ليه أخواننا لأن المشركين ذاتهم نفس كلامك ذا كان بيقوله رب الدليل شنو ربنا قال دي لابد تتعلمه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض هل بيجيب لكم الرزق من السماء كالأمطار وغيرها والأرض دي زاته هنا الليلة في عاجات نحن نعلق علىها طبعا لأن دي زاته ما نقطة بتاعة اتفاك كويس فالأمطار الذي ينزلها والله وحده كانوا مقرون بذلك والذي يخرج السمرات من الأرض هو الله وحده هم مقرون بذلك أي المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أي الله يرزقنا من السماء والأرض ويملك لنا السمع والأبصار والأفد ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله والذي يفعل ذلك وحده لا شريكنا فيبقى كونه تقول لي إنه أنا ما بشير بالله شيئا وأنه لا ينفع ولا يدور إلا الله ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره ده نفس كلام شنو يا أخواننا نفس كلام المشركين وبعد دجنب بعد ده مسلمين ولا كفار كفار بعد دجنب كفار ليه يا أخوان لماذا لأن التوحيد الذي فيه الخلاف ليس توحيد الربوبية وإنما هو توحيد العبادة والألوهية الفي والخلاف وين إنه ندعو الله براه ونستغيث بألله براه ونصرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له ولذلك المشركون مقرون بذلك ومع ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا طيب عشان كده ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون لشان كده ربنا أيضا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشي عجاب طيب المسألة الثانية الرد الثاني نقول لهم ما هو الشرك عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود من روايتي أخرجه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ندم معناه مثيل معناه نظير معناه شريك معناه مساوي هذا هو شمع يا أخواننا هذا أعظم الذنب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى طيب لشبهة الأولى الشبهة الثانية وذي طوالي بكرروا يقول لك الآيات دي نزلت في المشركين فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما طيب قالوا الآيات دي نزلت في شنو في المشركين كيف تجعلوا الصالحين زي الأصنام كيف تنزلوا فينا آيات المشركين طيب نقول لهم أولا لا نقر لكم أن المشركين إنما كانوا يعبدون الأصنام وحدها وإنما منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من كان يعبد الصالحين ومنهم من كان يعبد الملائكة منهم من كان يعبد الأنبياء وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا وربنا قال أفرأيتم اللاتة والعزة قال ابن عباس أدل لابد تتحفظه قال ابن عباس كما في صحيح البخاري ونقله ابن جرير الطبر أيضا في التفسير قال اللات كان رجلا صالحا يلت السويق فعبد من دون الله عبدوا من دون الله فكون يجي يقول لك الأولية ما تنزل فينا آيات المشركين لأن المشركين الزمان كانوا بيعبدوا الأصنام ونحن ونحن ما قاعدين نعبد الأصنام وكيف تبقي الأولية زي الأصنام أول حاجة المشركين ما كان بيعبدوا الأصنام بلها كان بيعبدوا الأصنام ويعبدوا إيشنا أخواننا؟ يعبدوا غير الأصنام عبادتهم للملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وكذلك قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون في هذا دليل أيضا أنهم كانوا يعبدون شنو يا أخواننا؟ الجن كذلك عبد عيسى عليه السلام قل أتعبدون من دون الله؟ لأن الآيات قبلها ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من دون الله؟ هذا استفهام إنكاري قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العلي فيبقى أول حاجة أول جواب قلنا جنو إن المشركين ما كان قاعدين يعبدوا الأصنام جنو بلا نمر اثنين أن هذه الأصنام كانت عبارة عن صور للصالحين وقد ذكر أيضا ذلك ابن عباس في البخاري أن عمر بن لحي أخذ الأصنام التي كانت في قوم نوح فجعلها في جزيرة العرب خدت في اليمن جزو وفي الطائف وحدات وفي دومة الجندل ووين ووين وفي مكة خدت شنو؟ خدت هذه الصور الأصنام كان عبارة عن شنو؟ صور لمنوه لرجال صالحين طيب نمر ثلاثة أن من عبد الصنم ومن عبد الملك ومن عبد الولي ومن عبد الصالح أو الجن أو الطالح فقد أشرك بالله وكفر بالله لأنه ما مشكلتنا أنه تعبد صالح لأنه مشكلتنا أنك تعبد مع الله غيره عبدت الله تمام وده اسم المشرك لأنه أخوانا الكافر قد لا يعبد الله أما المشرك يعبد الله ليس واحد يقول لك هزول نحن ما قاعدين نعبد الله هزول ما قاعد يصلي هايه ويتك على المشرك ده ما قاعد يصلي يعني محصو كما صلى ما بيبقى مشرك بيبقى كافر لأنه أخوانا الكافر تحت فيه شنو؟ فيه حاجات كثيرة الشرك جزء من الكفر الكفر قد يكون بالشرك قد يكون بالتكذيب قد يكون بجحود شيء من الكتاب والسنة قد يكون بسب الدين قد يكون بإنكار ما هو معلوم بالضرورة الكفر أنواع كثيرة لكن الشرك شنو يا أخوانا؟ جزء من شنو؟ جزء من الكفر فالمشرك هو الذي يعبد الله ومع الله يعبده بير الله من الشراكة ناس مشتركين معناه جنو؟ معناه يوحد عنده جزء وعنده نصيب كما قال علماء اللغة فكونك عبدت صالح أو عبدت صنم أو عبدت شجرة دي شنو يا أخوانا؟ دي شيريك في النهاية تنزل فيك طوالي عشان كده ليه؟ دي الجواب على سؤال ليه بتنزلوا فينا آيات المشركين؟ لماذا؟ لأنه دي لك عبدوا الصنم وانت عبدت الولي ونحن ما مشكلتنا أنه يبقى ولي لو بقى ولي وفي الجنة وعبدت وبرضو جنو مشري عشان كده ننزل فيك يا أخوانا يا أخوانا يا أخوانا طيب رد تاريك إن أخوانا من عبد غير الله سمي هذا المعبود ها؟ لا وثن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنن يعبد يبقى أنت برضو عابد شنو؟ الصالحين عابد الأوثان عابد الأوثان طيب لأني أخوانا شنو؟ النازل ما دارينك تنزل عليهم شنو؟ آيات المشركين طيب أنا نزل عليك يا أتو آيات ها؟ ما لابد عاملك بالقرآن والسنة ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاوي بعد ذلك بنجي لي مرحلة ثانية إنه نحن لو في آيات تذم المشركين أكثر من الآيات التي نزلت في المشركين الأوائل لا نزلناها فيك ليه؟ لأن المشركين أول حاجة كان بيعبدوا صالحين أو حجارة لا توصف بصلاحة وفسد ومنهم من كان يعبد الأولياء والأنبياء ولا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون مع الله أما اليوم فيعتقد أن هؤلاء يخلقون مع الله ويرزقون مع الله وينزلون الأمطار أيهم أسوأ وحالا؟ الآخرين اليوم فلو في آيات بتذم المشركين أكثر من الآيات النزلت في المشركين كان نزلناها فيك الدليل شنو؟ دي الكتب بتاعتك دي الكتب ده كتاب عبد الرحيم وقع الله البورعي رقم الإيداع ستة وتزعين على مية سبعة وربعين الأصباط للإنتاج الإعلامي والنشر وفيه هطميل كمان وإيميل وهواتف مية ثلاثة وعشرين خمسة وخمسين مية ثلاثة وخمسين ومية ثلاثة وثمانين واحد واربعين ثلاثة وخمسات شرك بأرغام مميزة طيب وده أسوأ من ده أسوأ من بتعب وجهل ذاته في قصيدة يسمى يا نفسي أمرحي شوف من عنوان القصيدة ده بيوحي لك شنو؟ إنه ما داما لو يدي القاعدين يا نفسي أمرحي ساي البلد فاك كموش عشان كده الطاغوت الهلك تاع السمانية قال شنو؟ قال قال السمانية السمانية دي شنو؟ دي الأهل الله أو حاجة دي دي آي قال شنو؟ الواقع شنو؟ الصاقط بنمرره مش؟ الصاقط بنمرره عشان كده هنا قال لك يا نفسي أمرحي سوي أي حاجة عشان كده برضو الختم قال لك أفرح وغني تعمل أي حاجة وشوف ذاته يا أخواننا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديه دعوة السلف قال بتأمر الناس بالانضباط تأمر الناس بالأخلاق الفاضلة ولا دعوة الصوفية قال بتقول لك أفرح وغني ما تاني يوم بشي لي بنقو ببقى تاجر بنقو ليه لأنه الشيخ قاعد أفرح وغني ويا نفسي أمرحي عندك في الشيخ ترجع له فهنا قال يا نفسي أمرحي لي طيب أم الرحي قال هو سيدي شيخ أحمد الطيب بن البشير ده الصفحة 39 عشان لأنه يا أخواننا في ناس كتار بيقول لك يا أخي انتوا ما بتفهموا اللغة العربية الموجودة في هذه الكتب طيب هم برامش رحوا يا ناس دول نشر كتاب قال يا نفسي أمرحي أزولنا نفسه مرحانة ونحن قبضناه في الشارع وقلنا لا مات أمرحي ساي في كتاب وسنة في إمتى تتخيدي بالكتاب والسنة وقال الكتاب بدخل الجنة كويس وهنا قال برضو أنت جته شنو كده أفكار السقيمة وما عرف لك شنو كده وأي زول شاف عاجة آه يمدن بيها وكده هذا كلامه هنا عرفتها المهم ده كلامه هنا البرعي إنه لو لقيت فيه خطأ في الكتاب تقوم تصحيحه تقول نازة علانة ليه وجيك واحد يقول لك لا ده ما يسلق يا خنا ذكرت كلامه يا ناس نعمل للناس دي شنو تاني طيب قال قال لا قال والولاية الكبرى والخاتمة بالإيمان قال صاحب عزب الأمان من شر محان الزمان قال حزب الأمان من الأحزاب التي ألفها الشيخ أحمد الطيب وحزب جليل ولو فوائد عظيمة ونحن حزب زي ده ما دارينه ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجء ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلامة دينة فنحن ما دارين حزب أو يقوم يجيب لينا الدليل من الكتاب والسنة على حزب الأمان قال لك من شر محان الزمان لو جات محان في الزمان طيب يا إسماعيل الولي ما قبة وقعت وانت هنا قلت نادي إسماعيل الولي الحزب ده ما كان حافظه والنجم القبة دي وقعت ليه كويس قال وكرامات الواضحة كالشمس يا وهمان أها برضو نحن برانا البننبز ده البرعي ذاته قاعد ينبز الصفحة تيسعة وتلاتين قال كالشمس يا وهمان قال فيض كالبحر وأسرار بالكيمان الشيخ عنده أسرار شنو كوم كوم كويس قال ناشر في عصره لطريقة السمان ما لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه السبل هو قال لك براه وناشر طريقة منه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة السمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة قال أتبعوه يا تا قال طريقة السمان قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال بشر مريد بالفوز والضمان إنه إذا بقيت من الأدباع بتاع السمانية خشيت معهم بتكون إن تجنوه يعني فائز ومضمونة لك السعادة ربنا قال ومن يطع الله طيب نصدق منه نصدق ربنا سبحانه وتعالى أم هؤلاء ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم منه الفائزون هنا قال لك بس تبقى مريد إلى أن قال والمنكر السجمان باء بالأسف ندمان برضو نبز منه نبز البرع ورأي برضو قاعد نبز انتظر أنه أنا برانة طيب قال فهو الغوث الكبير وده من الشرك بالله لأنه لا يغيثنا إلا الله ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستياب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرد فيه قال يحضر مريد في النزع والجبير للحج يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخل شاهد مولاه الكبير له فوح العبير به نال فضلا كبير عرفت فقال الشيخ بيؤانسك والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يؤنس الإنسان الصالح هو أجنه والعمل الصالح قال كرامات ما بتنعد كالبحر بل أزيد يرويها جماعة لا خبر أحد ولو جيت فتحت كتابة زهير الرياض بيقول لك عن الشمبل عن تتة الفلاتي دي الجماعة شان تعرف أول حاجة إنه كالضاء نمر اثنين نشوف الجماعة ديل جابوا شنوه قال منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيحا بأكد إنه قال كرامات أحمد الطيب إنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما والنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قبضه الله إليه واختاره وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبري حتى يلاقيه هذا الكذاب الأشر أحمد الطيب إلى أن يقول قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد لما تقول هذا قبر أحمد الطيب زي ما قال البرع في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة ومن يقول هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه قال ما بتتعذب بس تقول اسمه بس يعني صار من موانع هذا بالقبر شنو يا أخواننا ذكر اسم أحمد الطيب البشير ما هو دليله دليله جنو ما عنده أي دليل نجر ناشف ولا أخبر ذاته نجر ناشف زي كلام فارع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال ليه سلم يا ولد القلب البت ولد في الصفحة اتنين واربعين الحاشي أرغم سبتاشر قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحان تلميذ الشيخ أحمد الطيب دليل الجماعة دليل متواتر انت يا البرع ما عرف المتواتر من الأحد أسين أقول كده يقول لأنتو أسلوبكم ما أظرف ما هو براو قال طيب ما هو الراجل بيمسكون من وين من لسانه قال لزول أقدامه راجل فهمت قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه صفحة مئتين ثلاثة وتمانين في أزاهير الرياض ستة بنات لكذا نحن بنزل فيك آيات المشركين في إمتى قال فشكى له يوما عدم الولد الذكر شكى لمنه شكى للشيخ والزول يا أخواننا لما يشكي في هذا الأمر من الأمور لمخلوق لمخلوق اعتقد أن المخلوق يملك أن يعطيك الولد وأنه يخلق لك مع الله الولد وهذا لم يقل به المشركون الأوائل فيما حكى القرآن شكى لنحن ننزل عليك يا توهايات الهايات نزلت في المشركين دا قل أحوالك وإن كنت أنت أسوأ حالك قال بعد ذا قلب لولد ذكر دا كل كلامي أخواننا باطل وكل من الكذب وشرك بالله لازانجا الشبهة الثالثة أنهم يقولون أن الكفار يريدون منهم يعني يريدون من الأصنام أن تنفعهم وأن تضرهم هذا ما يقوله الضلال الذين يعبدون يعبدون غير الله وأنا أشهد أي هذا المبطل يقول وأنا أشهد أن الله هو النافع والضار لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم الرد على هذه الشبهة أيضا أن هذا هو كلام أخواننا منه المشركين ربنا قال في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فهذه الشبهة هي نفس شبهة المشركين وهذا الكلام هو الذي يقوله المشركون طيب المسألة الثانية الصوفية الآن يشهدون أن الأولياء ينفعون ويضرون زي ما قال البرعي سيدي حسن أب كم سيدي فوق الكون متحكم سيدي كم أحيا متكمكم سيدي كم نطق متبكم أو كما قال في كتاب أعلام الطريق وده كتاب الطريقة الختمية يسمه النورة البراء ولمن لا يعرف هذا الكتاب كتاب النورة البراء أو السودان هنا بقول له والبراء يقول لك في المولد نحن بنقرأ البراء البراء ده جوه قال لك تأليف ختم أهل العرفان آخر زور في أهل العرفان ده ما هو قال كده قال ختم أهل العرفان يعني آخر زور شنو قفى المعاوى الباب بتاع الأهل العرفان وجدها المفتاح قال سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني المكي رضي الله عنه ونفعنا به آمين قال ده على حسب كلامه مكتبة ومطبعة الفجر الجديد 44 شارع الكباري بمنشية ناصر الدراسة تلفون 515 صفر 535 موبايل رسان أستاذي العارب بالله محمد الحسن المرغني رضي الله عنه دير رضي الله عنه وبعد ذا يجيك أخو مسلم يقول لك الحاجات زادت والأسعار ارتفعت والطماطم غلت أسمع أسمع قال الرضوان الأكبر الذاتي ورحمته عليه منه بابكار وآصال بابكار وآصال الحمد لله وهو المنعم الوالي ما ترجمت بعض حالي السن القالي قال أنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى وهو المنعم قال وبقدر ما حصل علي من الأحوال التي عبرت عن الأقوال بتعتي عنه أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه النزيه دي معنا منزه يعني مطهر المطهر يعني النزيه الشبيه الشامخ العالي الشامخ وربنا قال وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنْ اتَّكَهُمْ وربنا قال أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ أَذَا جَا فِي سِيَقِ الذَّمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُضَّمُونَ فَتِيلًا فَتِيلًا أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السند بيسند منه وفي ظنه أنه بيسند من يستغيث به الطوض عن الراسخ الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلاله لأنه أهللت عليهم كده طلعت فجأة كده الملائكة سجدت ليه الإهلال معناه معناه البروز والظهور قالنا مما طلعت كده ملائكة الله سجدت ليه أنتوا رأي أنا ما عارف البشرية دي رأيها في الكلام ده شنو ها أنها دي رأيها في الكلام ده شنو كلام دي أخوانا ده كتاب ده موبايل منور ده عصامة في شاحنين ده موبايل حق ده كتاب حق الختمية ده كلامهم هم عرفتها وبيعلك في المركز العام بتاع الختمية هنا ويجيك واحد يقول لك زي ما قال عصام أحمد البشير نحن لا نريدها صوفية تشطح ولا سلفية تنطح يا تنطح شنو الزلد والله بس دائر دائر له كلام شنو هذا سجع الكهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس به الحق بالباطل صحنا نطحناه قلنا كلامه دي أخو أنه باطل هل لما نجيب الآية ونتنازع ونرد الباطل بالآية والحديث هل يسمى نطح أو تناطح أو أنه يسمى رد إلى الله ورسول وبيعن حق ها؟ هذا اسمه بيعن حق يا أخي هذا اسمه تفصيل للآيات حتى يستبين الإنسان سبيل هؤلاء المجرمين وإلا نلزم هذا المدعو عصام البشير نلزمه أنه يسمي كلام الله ينطح ربنا قال بل نقغف بالحق على الباطل فيدمغه ها رأيك شنو يا عصام في الآيدي يا عصومي رأيك شنو في الآيدي ونحن لا نريدها إخوانية تبطح برضو بنبطح معاك الحدي برضو بنجره لك هذا كلام فارق ساي في آية وحديث في منهج صاح نقول صاح في منهج باطل طيب قال ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوال وده يا أخواننا يسمى بالرياء نبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما أنا أخوف بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي أو قال الأصغر يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به قال ما زلت وما زال هذه من أفعال شنو؟ الاستمرار ما زلت أرتع في ميدان طاعته أنا شوالي شغال أرتع يعني جنو ذاته ما واقف زي البهيمة لما تلقى جنو المرعة أخضر تقوم ترتع مش قال ما زلت أرتعه يعني زول ذاته عبادته كثيرة وهذا يسمى بالإدلال على الله سبحانه وتعالى البني آدم بيسموا عليه من تمتن على الإنسان يقول لها فلان أنا مديت القروش أنا ما فعلت لك كذا وكذا يسمى بالمن أما على الله يسمى بالإدلال كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين المهم فدبيع بيقول ما زلت أرتع في ميدان طاعته عشان تعرف إنهم ما أولئ وذكري أبدا في كل أحوالي وابن عمر رضي الله عنهما فيما روي عنه أنه قال لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين كويس إذ تتيت تفاخر بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة وهو يقوم الليل تقول له وقد تورمت قدماه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا كلام عجيب قال مراقبا ذاته في كل مرتقبه يعني أنا في أي عمل مش عمل كثير سائي كمان عمل مراقب فيه ربنا حتى ظفرت بما راغبت في بالي مما قال الكلام ده هو ما مراغب الله كالضاب مين كلمة ده لأنه زول المراقب الله بخاف أن الناس يطلع على جنة الأعماله قال فكنت عين وجود القدس في أزل لكنه داري صليك ليدي قال ان عبدت الله لغاية ما بيقيت كنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء أي وما من شيء إلا ويسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لشان كده هنا المعلق على الكتاب عمل حاشية تحر واحد فكنت دي قال القصيدة فيها كلام لا يحتمل باعتباره صادرا عن لسان الشيخ هذا كلام قال لك ما بينقدر ما بتقدر يا خنجر ما بتقدر يا لزيري ما بتقدر يا بتاع مدرمان داك اللامين التشيكسي ما بتقدر يا داك تعالي زيرقاب ما بتقدر والكتب ذاته قال لك الشغول دا ما بتقدر عليه فيمتى قال فكنت يعني بيقى الله عديل فكنت عين وجود القدس في أزل والأزل الموجود أهل بيشبه الله منو بليك ديل وهابية بشبه الله هذا كيف طرائق في زول دجن فكنت عين عين وجود القدس يعني الله زاته بعينه فيمتى قال فالعرش والفرش والأقوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بال من العرش إلى الفرش من الواطة للعرش فوق كل مستهلك فكل فضل سمى في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي يا أخواننا رأيكم شنو ربنا قال قل إن الفضل بيد الختم بيد الله النازل ما بخافوا الله انتوا رأيكم شنو يا أعلامين رأيكم شنو نحن متشددين الزول ده رأيكم فيه شنو قال ربنا أداكم الجريدة انت مش إعلامي في جريدة والدعوتنا دي غايزاك كويس ده قال لك كون ذاته ربنا أداك الجريدة دي من من بتاع الختمية ده من منه بتاع الختمية وأي نعمة في الكون وأي فضل ربنا اداه للعباد إنما هو من فضل هذا الطاغوت الذي لا يملك شيئا الذي يأكله الدد والكلام ده ما قالوا المشركين موضوعنا بتاع المحاضر ما قالوا المشركين المشركين قالوا في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك الشريك ده ذاته تملكه وما بلك يعني المشركين ذاتهم الكلام بتاع الجماعة ذاته ما حصل ما حصله قالوا الشريك ده داير إنه يقربنا لالله لكن الشريك والفي ملك الشريك كلهم يا ربنا دي الحجنك تملكه وما ملك كلهم حجنك وده جبي يقول لك فالفرش فالعرش والفرش والأقوان أجمعها الكل في ساعته مستهلك بالي أنا أنزل فيك شنو وأخلي جنوزاته طيب قال فكل فضل سمى في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضاله وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشع فاض من حاله عبارة عن جزء بس من عرك رشع بس حاجة صغيرة رشع بس مش الزير لما يتملي ويندي ببرة ها كون في موية مندية مش ده الرشع بيقول له صح ده قال لك العلم بتاع بتاعهم هم بتاع الكفر ده العند البرعي والعند التجاني والعند القادري والعند الكزنزاني وعند شيخ اللمين والتيكس بتاع النه كلهم ده بس حاجة رشع حاجة كده بس مرقض مع الجكة ده بس حاجة بسيطة قال وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس الغالي يعني دي أنا أديت له حاجة كده يعني أكرمت بها وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثاله كل شعر بسيطة ما أبتسو إليه حاجة قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بترداد وترحال أنا الوجود الذي قام الوجود به أنا الكون كله وأنا القنبي والكون يعني همنه بعقيدة حدة الوجود ذاته أنا الصراط القويم أنت الصراط كيف يعني أنت الصلاة أنت الصوم إخواننا الكلام دا ذاته لمو كيف شارب شنو الزلد طيب قال أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلالي وإني المثل الأعلى المقدس عن شبه وشكل وأنظار وأمثال ما فضل إلا أن ينزل صورة قل هو الله وعد في نفسه ولا إيشنا يا أخوان المنزع عن شبه وشكل وأنظار وأمثال هو من والله أهرأيكم شنو يا صوفية المشبه منه والمجسم منه واللي الدعو إنهم ما عندهم شبيه ولا مثيل منهم انتم طيب انتم موتوا ليه صوفية ذيل ماتوا ليه واحد مات كلهم بموتوا بر السودان فيمتا إن شاء الله اللي زيرك ما يجي راجع فيمتا بمرقوا كده والمساكين البيجاي ده اللي بتدوم البخرات يا ناس ما تتلوا من بخراتكم دي بخراتكم دي بتشتغل بيتين واحد يموت في تركيا واحد يموت في بريطانيا واحد يموت في مصر البورعي مات في الأردن موش ولا وين واحد يموت وين زي ما قال زي ما قال داك والله الموت عندكم ثم تموت ثم أنا هنا دا كويس يا ناس انت موت ليه وكيت لا عندك شبيه ولا عندك مثيل يا ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن أحد دا ولد ولا ما ولد دا ولده ولا ما ولده يا كيف تكون انت ما عندك شبيه ولا عندك نظير ولا عندك مثيل كيف طيب فده كلام كفر ننزل فيك شنو زاته ونخليش طيب قال ولي وراء الوراء قدر ومرتبة علياء ما خطرت يوما على بالي أنا قال عندي مكان زاته ما بتخطر على البال العلم في جنبها جهل ومغلطة لا إله أيضا قال زاته العلم زاته لو دار تعرف المرتبة دي العلم زاته جنبها جهل ومغالطة زاته وكل شيء لديها هالك الحالي فهمت وجدتها بعين العين ذاتي لي من حيث لا حيث في آزار آزار يعني آزاري يقول لك انه أنا الله زاته فكنت أحمده المحمود في أزاره كذا محمده بدر الهدى التالي لذاك عاش جميع الكون في كنفي فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ودي الشفاعة القالوة الجماعة دين فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ده ما يفترع على الله الكذب ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما بنستفتح بيك باب الله وإذا استفتحنا بيك باب ربنا نحن بنطلع كفار ومشركين بنمر كبر الدين ولو جاز الاستفتاح ب غير الله لو جاز نحن ما بنستفتح بيك أنت مشوف لنا زوال صالح أنت قلت على الله استفتح بيك كيف يا دوب ربنا نستفتح الله المطر ربنا حينزل فينا صاقع لو قدمناك قدم وإلا انخسفت بين الأرض ربنا قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصب ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمناهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الأولياء بتاعنا الصوفية دي مملكة خرافية أوتاد وأغطاب ونقبة ونجبة مملكة خرافية وهمية ما بتسووا حاجة ما عندكم حاجة ولذلك الكلام يطول يا أخوان لغاية ما جاء قال قال فمن تمسك بي قال أو حل في حرمي نال المرامة بلا ريب وإشكال تمسك في الشيخ بيتلقى شنو بتلقى حاجة كل ختمية ديل هسي الحكم لقوه الحكم لقوه تنزل الانتخابات ليه وكتل بيتمسك بابتاع الختمية بيلقى المرام بلا ريب وإشكاله مش رشحت واحد رئيس جمهورية هسي الآن هو رئيس لجنة جعبية رئيس مجلس آباء في مدرسة ها هل الآن هو عنده الردبة دي هل هو رئيس لجنة روضة دار الحنانة النموزجية يا أم ما عندك حاجة شوف ذاته ربنا أخزهم كيف لغاية ما قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي ودي تناغش بها دا موضوع تاني لكن دي تناغش بها الكلمة دي لو جاك واحد صوفي قال لك الغيب نسبي وما نسبي وغيب مطلق قال له هذا كيف قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي وهذا كله من الكذب والباطل نحن ما نحبس الناس نصلي ونواصل إن شاء الله وقفنا عند شبهتهم حيث يقولون أن الكفار يريدون من هؤلاء وأنا لا أريد منهم وأشهد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولكن أرجو شفاعته قلنا أن الرد الأول أن هذا هو ما يريده أيضا المشركون قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفر وقال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون طيب وحنجي لمسألة الشفاعة في المسألة التي تليها طيب بينا إنو الرد عليهم من هذه الأوجه طيب يقول لك يقولون أنهم لا يعبدون إلا الله والالتجال الصالحين ودعاوهم ليس عبادة ليس عبادة طيب قال الشيخ رحمه الله فأنت تقول له هل فرض الله عليك تسأل أسئلة وهي أسئلة تقريرية هل فرض الله عليك إخلاص العبادة لله عز وجل وحده فلابد أن يقول وهل هذا هو حق الله عليك فلابد أن يقول ماذا أن يقول نعم طيب هل الدعاء والنذر والذبح عبادة وهل إذا قلت اللهم أعطني كذا وكذا أو يا الله أعطني كذا وكذا هل عبدت الله نعم طيب لو قلت يا فلان أعطني كذا وكذا هل عبدت فلان ها إما يقول نعم وكذا يشنو موضوع انتهى أو يقول لا يقول لا أنا ما أعبدت خلاص طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة والآية التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب من صورة الأنعام قل إني نهيت أن أعبد الذين جنوا تدعون من دون الله يبقى الدعاء هو جنوا هو عبادة والعبادة هي دعاء يعني إذا عبد الإنسان شكد العلم قالوا دعاء العبادة يتضمن المسألة ودعاء المسألة عبادة الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء مسألة يعني طلب يا الله أشفيني يا الله نجحني يا الله خلصني من كذا وكذا هذا دعاء شنو مسألة وإذا صليت لله فأنت ترجو من الله أن يدخلك الجنة فعباد تكديد تعتبر شنو أيضا دعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فإذا عبد الإنسان ربه ماذا يريد من العبادة عبادة دائر منا شنو ها دائر منا الجنة يعني هو بعبادته لله دعاء الله والذي يسأل الله فهذا شنو عبد الله يعني أنا دار أقول لك العبادة والدعاء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو والعبادة وإن كانت العبادة تشمل الدعاء وغير الدعاء لكن من دع الله فقد عبد الله ومن سأل الله فقد عبد الله ومن صلى وصام وحج وجاهد في سبيل الله فقد دعا الله لأنه يريد بهذه الأعمال الصالحة ماذا الجنة لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله موش وابتغوا إليه الوسيلة أي وتقربوا إليه بالطاعات تقربوا إليه بالطاعات لما ننجي أصلي الصلوات الخمسة في الجماعة أنا ابتغيت الوسيلة لما أنا أصوم رمضان أكون ابتغيت الوسيلة لما أصوم عاشوراء أكون ابتغيت الوسيلة أي طلبت أن تكون هذه الأعمال سببا لقربي من الله أو لتقربني من الله عز وجل ولذلك الدعاء هو والعبادة طيب فلما يقول لك إنه لا يعبد إلا الله وأن الالتجال الصالحين وادعاهم ليس عبادة فتسأل هذه الأسئلة تقول لك ربنا قال لك أخلص الدين له وهل دحق ربنا عليك لابد أن يقول أن الله أمرني بإخلاص الدين له وإلا قال الله سبحانه وتعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وربنا قال ألا لله الدين الخالص فإذا ربنا أمرك بشيء ما هذا هو الشيء الذي أمرك به أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا فإذا دعوت غير الله هل أخلصت لله ما أخلصت لله ما أخلصت لله طيب فكانوا يقولون إذا جاوب عليهم الشيخ رحمه الله على أخلصت لله على تلك الشبهات وقال وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما صحعه العلامة الألباني رحمه الله وأنا لا أتبرأ من الشفاعة يعني أنا يعني أنا ما دار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ألا أطلبها أنا أطلبها طيب لكن لابد أن تعلم أن الشفاعة كلها لله لله أن الشفاعة كلها لله ربنا سبحانه وتعالى قال قل لله الشفاعة جميعا وأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين ما ربنا قال الشفاعة دي حق تبراي قل لله الشفاعة جميعا والربنا أمر يقول الشفاعة لله جميعا هو من والنبي صلى الله عليه وسلم قل لله الشفاعة جميعا طيب إذا كانت الشفاعة كلها لله كيف تنال هذه الشفاعة تنالها بشرطين الشرط الأول أن يأذن الله يعني ذات ربنا يأذن إنه تحصل الشفاعة إنه إنسان يشفع لإنسان أو ملك أو نبي يشفع لإنسان أول حاجة ربنا يأذن في الشفاعة لأنه لو في ناس أو في مخلوقين يشفعون من غير إذن الله لكان هذا نقصا في حق الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس هذا فيه نسبة الضعف والنقص لله سبحانه وتعالى لما نناجي أقول لك يا فلان تعالى تلقى الناس قاعدين جلسة مغلغة مش قل لك نحن عندنا موضوع بتاعة دم ودية وموضوع زي هذا وقاعدين الناس اللاها البرام ماذا ننزول يجي خاش علينا لما يتتجد خش تقول يا ناس والله أنا استحلفتكم بالله استحلفتكم بالله تقعدوني معكم فيه ناس بيحلفوا حرموا ناس طلقوا ناس كلام كتير المهم بيجي خاش في النص كويس الحالي بغير الله شري فيه ناس بيجي خاشين في النص يقول لك في الباب والله إما فلان دا بنعارفوا لئنا ثلاثين سنة إما كان دخلناه هنا المخلوق لان نجدنا يا أخواننا ناقص لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما زل في الشفاعة في مخلوق بيشفع لمخلوق لا بيشفع شكرا كده في حديث الشفاعة الطويل وهذا من كمال ملك الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والشفاعة الكبرى لا يشفع حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى فحين ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم اه ايوة شكرا كده ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا لله هذه للملك والاختصاص اللام للملك والاختصاص قل لله الشفاعة جميعا شكرا كده ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذين له لما الربنا يأذن تبعداك ممكن تحصل الشفاعة بعدتان في شروط تقائل ساكن ها أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له قل لك والله إن إحنا أبونا الشيخ والله بيكون لنا قاعد قدام هنا هناك وين يا زول هناك دي وين انت قاعد هناك ديك الآخرة آخرة دي حقة ربنا سبحانه وتعالى ها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا دي نكرة في سياق النفي تفيد العمومية حاجة شفاعة غير شفاعة صديق حميم ماف كل ماف يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فما بتشفع ساكن ما بتشفع ساكن ولذلك يعني أول حاجة ربنا يرضى في منه في الشافع في الشافع عشان كذا النيل أبو قرون اللي بيقول يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيشه تنظم يعني بيشفع لجماعته وزي ما جاء في كتاب تعسيراج السالكين إنه لكل شيخ طبل يوم القيامة ده مش كان دار يشفع ساكن ده كمان زيل بالعشوائية بتاعتنا نحن العشوائية الحاصلة عندنا دي هاي يقول لك يا الله ناسا ها غسلوا يدينكم ما راح أقعد أي سبعة يقعدوا بس تقاعد صيوانه الشغل دي ما أكد يا ظل الشغل دي ما بتتكلم ساكن يوم القيامة وما في ظل بياذا ساكن بعدين أبو كالشيخ ده ما بيشفع يتأكد تماما أبو كالشيخ ده لو مات على عغيته دي وعلى الباطل بتاعه ده ده ما بيشفع ولا تنفعوا شفاعة الشافعين له الشافعين ذاته لو دارين يشفعوا له ربنا ما بشفعهم فيه ربنا قال فليس له اليوم هاهنا حميم ما عنده تاني شفاعة فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فأول مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة لأن الخلق كلهم شنو ساكتين ربنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة ربنا قال وترى كل أمة جاثع الأمم والناس والخلائق والأنبياء كلهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يوم إذن اللهم سلم سلم وكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي أنت دائر زولك ذلك يسوق الناس بالكوتة كمان زي الكيمان قال زول القبيل دا آقال كرامات بالكيمان أيو أحمد ما هو قال بيضمن يعني إنه قال الزول البريد دنيا وأخرى آمن ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لأن إبراهيم جادل عليه السلام قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن ما هم أي الدعاء إن كنتم تعلمون لو سيهندكم علم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن والهداية في الدنيا والآخرة مشلل السماني له الأمن في الدنيا والآخرة طيب فأول حاجة ربنا يشفع عن شنو يا أخواننا الزولة اللي يشفع سواء كان شهيد سواء كان نبي سواء كان ملك سواء كان المؤمنون عن بعضهم البعض أول حاجة ربنا يرضى عن الذي يشفع ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له الزولة اللي يشفع له ذات المورط الذي ينتظر الشفاع ذات ربنا كما رضى عنه ما شنو ما بيشفع بعد ذاك ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم بالآية دي مشرك شفاع عليك ما فر لأنه ربنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وربنا يرضى عن منه قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالنبي عليه الصلاة والسلام الربنا ادى والشفاعة ربنا قال ليك لو دائر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً صح في حديث أبي هريرة في البخاري قال فإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمتي هذا في السلسلة الصحيحة من مات من أمتي لا يشرك من الله شيئاً وعند البخاري فإنها نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ففي الحالتين الذي يريد هذه الشفاعة عليه أن يوحد الله وأن لا يدعو الله أو أن لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى يقول ليك يا أخلاكين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ادى والشفاعة وأنا أطلب ما أعطاه الله الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله ولمن رضي الله عنه أزولاً ربنا بيرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع عليه جواب تالي هو بقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ادى والشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله قال له برضو الأولياء والصالحين والملائكة ربنا أدىهم الشفاعة فهل أنت برضو حتقول أنا بطلب منهم الشفاعة لو قلت هاي بطلب منهم الشفاعة معناه رجعت لعبادة الصالحين ولو قلت ما بطلب منهم الشفاعة معناه شنو؟ معناه شفهتك انتهت ولذلكم يحاربون شيخ محمد رحمه الله شيخ محمد بن عبدالوهاب لما آتاه الله من الفهم العظيم لكتاب الله ولدين الله سبحانه وتعالى أن يقول من الشبهات شفها السابعة أن يقول أن الشركة عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام الجواب ما معنى عبادة الأصنام؟ تسألوا عبادة الأصنام دي معناه شنو؟ هل بتعتقد انهم؟ بيعتقدوا ان الأصنام دي بتنفعهم؟ يعني يا اللات نزل لنا مطرة يا العزة نزل لنا مطرة هل دي عبادة الأصنام؟ ولا عبادة الأصنام إنه يا الأصنام الأصنام عبارة عن صور للصالحين وبتقربهم لأله المعنى يا أخوان المعنى الثاني أنها صور للصالحين يزعمون أنها تقربهم إلى الله وليس معنى عبادة الأصنام إنهم شنو يا أخواننا؟ بيعتقدوا ان الأصنام دي بتنفعهم وبتضرهم وبترزقهم وبتديهم الولد زي ما حاصل اليوم في كتبة الصوفية في كل بلد في كل بلد كم أدى ولد أولاد الصينين دي لدهم لهم البرعي؟ ولا الكباء ولا كباشي ده؟ في كل بلد قال كم أدى ولد قال كم حل عقد كباشي؟ حل لنا العقدة بتاعة بورما حل لنا؟ ها؟ حل العقدة بتاعة اليمن دي خلص المسلمين من الشيعة لو بتقدر حل من الإسرائيليين المحتلين المسجد الأخصى كم حل عقد قال وهذا للتكثير كم هنا؟ للتكثير يعني كثير جدا آتوا اخصى ذاته قال لك شو الشيرك ده كثير كيف؟ شيرك كثير ها؟ كله ادعاء عرفتها؟ فهم ما كانوا باعتقدوا إنها بتخلق وترزق مع الله زي ما بيعملوا الصوفية الليلة صوفية الليلة ذاتهم ما محتاجين لدليل مشينا قبل فترة في حلفة جديدة صوفي اسمه هاي تابع للطريقة الختمية بأصل لأنه غير الله بيخلق وبيد الولد بيدي الجنة لماذا داره لا يستدلال ذاته إن الصوفية بيعتقدوا العقايد تلقى عقايد موجودة في غيره زي ما دا قال راجل الصالحين يدوا البنزمة تقال راجل الصالحين يدوا البنزمة معناه دار منهم المدد يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى ها طياره يطير مع الطائرين وده قال يا حسن ابجلابية التمساح دخل الشايقية عمله قصيدة نادى فيها مية ولي ولا تسعة وتسعين ولي قال عشان التمساح خرش الشايقية يا خي انت بتسيل الشايقية مالك ها سيأخونا ابو عزام دا جزاور الله خير لو اديتم اسكن التمساح دا بيجيه لك كويس قال قال نادى ها الجماعة كلهم الشايقية دبع كلام الصوفية كده ان الشايقية غلبوا ما التمساح لغاية ما دعوا غير الله واشركوا بالله بعد ذا قال اي ولي من القبر بتاعه فكاهم نادى بتعين العلفون ونادى بتعين ابو حراس ونادى بتعين البيض ونادى بتعين وين اي واحد قال فكا من ان الشاب بتاعه سهم جاطعا التمساح ها الناس دا شنو دا يا زاتوا شركوا خيابة انت ترجعوا لغاية ما يفك لك من قبره وقبره دا ادارة العمليات قبره دا قبر الشيخ دا يا نازاتوا والله الكلام يا نازاتوا عصرنا محلة زي دي محلة زي دي وذاك يقول لك تنطح وجي عبدالحي يقول لك ظهرت فئتين متشددين وعمل فوق هول ودى الوسط انت رايك شنو في النازل النازل خليه امشي موش انت وعبدالحي يوسف هو باشي ليهم مش اللي بتاع ودى البيض القال دا جاء من جد للسودان بالفركة بتاعته بالمستائر كبال بحر ما لقاك قرش قرش ما لقاك يا ناز الفركة دي بتركه في البحر وفيها جواز ولا ما فيها وفيها تأشيرة يا اخوة الله اخوان ما كضب الكضب ذاته ما قدر دا الصوفية اكذب الناس شاكده الامام مالك قال ليك لما قال عجابه له عمالة الصوفية ضحك واحد قال له والله احنا قعدنا مع الامام مالك دا قريبا لكم تلاتين سنة ما شفناه ضحك إلا الليلة الصوفية ضحكه الامام مالك ها يقل امام مالك ضحك الناس يزعلانة مننا ليه هاي بيقول لك مالكية يا ناس دا شغل شنو دا عبدالحيوزك بمشي يبرك ليدير يبرك للجماعة قال جا طاير بالفركة بتاعته غايت محصل وضل وبيض انت فركتك دي اصله بيقى شنو ما تش اجيبه لينا 14 واحدة بدل سودانير ولا بدل بتادي هالليه يشتغلوا لينا خطوط جوية صوفية تنقوا للناس يمتوا بقوها مجانية صوفية يا ناس دا كضب وده قال الاسلام المعتدل جا يزول الكبير دا منفوق زي بالطلقطن داري يقول لك جلسنا مع الكنائس ومعه ما عرف ليك مجلس الشيوخ وما عرف ليك مين الصفة الاول وبتاع وفي عشرين وما شهرين وما عرف شنو يا زمان انت موهوم انت موهوم يا اخ هالليه اللي الصوفية بتاعتك دي بيسووا حاجة كويس وده عبدالحيوز يجي داري تساوينا نحنا يخدتنا في درجة واحدة يساوي بين الحق والباطل يا على الاقل يا عبدالحي يوسف يا مبتلع على الاقل يشتغل معانا بمنهج الموازنات الباطل حقك دا قل هؤلاء الشباب شديدين هؤلاء الشباب حرين وكده الا انهم كان لهم باع مثلا كده في الكلام في الصوفية قل الكلام دا ما عندك موازنات ما فيه الميزان بتاعك دا بتدسه لما احنا نجي ليه في امتى لكن اخواننا دا المنهج الاخواني دا المنهج الاخواني الحق بتاع الاخوان يعني المنهج الاصيل بتاع الاخوان انك تبقى انسان متلون وانك تحقد على اهل الحق وتحقد على اهل التوحيد وتحارب وتعالي هذا التوحيد لانه شيخ حسن البنة واخر حاجة ظهر في المقطع ما شفت عبدالحي يوسف في المظاهرة بتاعت الاخوان المسلمين وكان واحد بيتكلمه واقف ورا الشعار كويس بيقى يتكلم ويكورك وظهر على المنهج بتاعه منهج الاخوان جماعة الاخوان المسلمين التي صارت جماعة منبوذة في جميع العالم منهجه قائم على التصوف ويمشي الحضارات وعبدالحي يوسف قاعد في القصايد بتاعت وضلو بيط وفي النهاية يشال معهم الفاتحة ما اخو مسلم يشيل معهم ما يشيل والله اي حاجة يشيله في امتى اي حاجة بشيله وقال جينا يشيل منك العلم انت زول مستهب المحتال في امتى دين ناس مضلين وناس مجرمين واصل للكلام ده في كتابه بتاع الدكتورة قال قال فاقول ان الاصل هو الاستبداد السياسي وما عداه هو فرع ونتيجة والاصل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وان يجعل مع الله الالهة الاخرى هذا هو الاصل وهذا الذي بسبب الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى بصورة يوسف قال لا يأتيكما نبي كريم داعية شاكد دعاة التوحيد دايما بيكلموك بالغران وقصص الانبياء دين اول دعاة للتوحيد الانبياء الانبياء اي فرصة للتوحيد طوالب يبينوا فيها الحق في امتى لانه بيجيك واحد الاخ المسلم يكون قاعد لك ما لقى اي فرقة بس مما تذكر الباطل وترد عليه يقول لك شايف خرم لا ما خرم دا منهج نبوي نبي الله يوسف عليه السلام لما سأله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ما قال زي ما دا قال وكل علم لدني حوته علوم العارفين فرشح فاض من حال الله قال ذلك مما علمني ربي شوف الكلام دا كيف ربط بربنا سبحانه وتعالى قال لم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباي يقول لك قد يجيب لك شوفها يقول لك شايف هنا ما قال آباي لكن آباه منه آباه لعقوبابي والآباه والدلبيض والآباه السمانية تقال له آباه منه من خيرة الآباء عليهم الصلاة والسلام واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون شوف باذا اشتغل لهم بالتوحيد بعد ذلك قال لهم يا صاحب يسجني أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أدهم التوحيد لأنه بخاف عليهم لأنه نبي ما غشاش ماذا يا عبدالحي يوسف غشاش عليك الله أنت بتخجيب تشايف الناس مورطين ويتقوا وعبدالحي عارف والله حافظ الموضوض حفظ أكثر من نبي أزول لما شوفوا كذا عارف الشغلة دي عارف أنه الشرك ده بود جهنم وأنه لو أشركت بالله ربنا بيحبط جميع عملك وما بيغفر ليك والكلام ده سمعه بدري وقد يكون لاقعوا لمزاته إحنا ما لاقع لهم قال الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مدينة النبوية فيمتك لكن بيقتم الحق يقتم الحق وهو قال الدنيا دي الدنيا دي قيل دائما له ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وزول مستهبل أنا سمعتلوا مقطع واحد سألوا سألوا وسجل الكلام في موبايل قام قال له لأيما دي ظهروا شباب ناس فلان وفلان وقال له بيطعنوا في العلماء وكذا وده قال له أنا عندي لك سؤال قال له سل سل عشان تعرف أنه أهل البدع دي بالمناسبة عندهم بلاغة لا تتغش قال لك يا أخو الله هذا خطر ما مصدًا خطر هذا قال له ما خطر وكان ما خطر كان بيقى مبتدئ مكان جاء كافر عديل لكن هو خطر هذا مجرم كبير في إمتى قال له الجماعة قال هؤلاء في كل مكان يوجدون وما يتركوا أحد الآخر ما قال قال طيب تعرف جماعة الإخوان المسلمين لا أعرف جماعة بهذا الاسم الودي أعرفك كمان هذا المستهبل ما بتعرفه كيف وطيب الخلفية الوراق دي كانت حقاة منه ديل ها ديل كانت حقاة منه دي الورا دي عشان تعرفوا شوف يا أخوان اللف والدوران والكذب والتلبيس على المسلمين وكتمان الحق يأخذ كله من خصال اليهود انت لا يدخل شغلتك كزي شغلت اليهود ده خصال اليهود والمنافقين نوم يكتموا الحق ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلموا شوف الكلام ده شديد كيف هو عارف الحق بعد دجنه يكتم الحق فأول حاجة تبين له ما معنى عبادة الأصنام وأنهم كانوا يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر وإنما هي صور لصالحين يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى فإن أقرأ بذلك قل له إذن فعبادتك للصالحين كعبادة هؤلاء للأصنام طيب وإن لم يخر أذكر له فأنت تذكر له الأدل طيب في رئة الثانية الشيخ قال هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين محمه الله هل الشيخ مخصوص فقط بعبادة الأصنام وأن دعاء الصالحين لا يدخل في الشرك هذا سؤال برضو توجه له هل الشرك بس على دعاء وعبادة الأصنام فقط بعدين كذلك قبل ما نجي لديه نحن عندنا في السودان أصنام ولا ما عندنا في ناس عبدوا شجر ولا ما في السودان فيه ولا ما في في ناس ما شو لديه شجر قالوا الشجرة الشجرة الفلانية هذه فيها بركة فيهم درمان مرقت قبل سنوات فيه ولا ما فيه وفيه آبار ناس عبدوا بير عبدوا بير فيه ولا ما فيه قالوا طلعت موية والموية فيها بركة وعندها خصائص وأن من خصائصها أن من شرب منها شربة لا يضمع بعدها أبدا هذي اعتقد أنها بتنفعوا الضر ولا ما ولا ما اعتقد كلام ده حاصل وين يا أخوان حاصل في السودان وما حصل الفيديوهات الموجودة المنتشرة الآن ناس بتبركوا بسروال أحمد البدوي في مصر ما في ما في هذا شنو داك بيعبط بيعبط حجر وده بيعبط سروال حسن باب الرجال سائر عبودياته لو إلا بس خيارين بس كويس تعبود لك في سروال وما حق أحمد البدوي ذاته زمنه كان في سراويل كان في العسيمان من خياطة ما كان في الله في امتى ما في واحد بتبرك بين عال أحمد التجاني ما شوفتوها في الفيديوهات بتمسح كده يا سيدي أحمد التجاني قال كده اقضي عنا جميع الحوائد واتي كل ذي سائل سؤله مش قال الكلام نفس الكلام برضو قالوا بتاع حسن واتحسون زول الكثير داك ولابس له اطناشر ختم أنا ما أرفو دا زول ولا ركش عمل له أجات هنا وبتاع المهم ويا سيدي حسن واتحسون أعطي كل سائل إنسولة في امتى وبيرفع مع الناس في امتى ما شوفت في الواتساب والمقاطع ذاك الرجل الذي جاء إلى قبر المكاشفي كسيحا وقال لي في ناس بعض أنا جيناك من وين الخرطوم وناس جيناك من ودراوة مش جابة وما عرف ناس جيوك من اللبيض واجيناك وابو يا شيء قال لأنا جيتك مكسح وما خليت الوردن وما خليت محلة أنا أرجع الكلام دا كيف قال لهم كلام دا كيف كلام دا شيري دمار ما الكلام دا كيف أها الكلام دا رأيكم شنو بالكلام ما شيري قبيل لا هذه الأصنام ألا عبادة الأصنام ألا ما عبادة الأصنام ما جابوا لنا في الدار إنه المكاشفي مرق من قبره بعد زمان طويل وعمل عملية وجاب شاش من الجنة شاش من الجنة جاب شاش من الجنة ما سمعتوا بها نقول شنو ونخلي شنو نقول شنو ونخلي شنو لما مات أحمد الميرغني على الطريقة الختمية والحزبة الاتحاد الديمقراط الناس ما تخاتهوا في العنقريب ما خلوا فوقه ولا ميريق ميريق ما خلوا فوقه ها والموية بتاعت الوضو والترابة اللي بتفنوا وزاته ماليقو أظن اللي جابوا ليهم كون بتعرمنا ما شو دفنوا به ما في ما شفت حمد النين فدي أخواننا الناس اللي بتغالد في مسائل أوضح من الشمس في رابعة النهار ولذلك زولة اللي بيقول انتوا تشددتوا ونزلتوا آيات المشركين في هؤلاء الناس ووائل آخر نقول له هؤلاء الناس عندهم من الحال أسوأ من حال يا أخواننا المشركين الأوائل تعطي حمد التجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال وضعنا جميع مانينا بيديك إلى آخر ما قال وشبه كثيرة ان يسر الله سبحانه وتعالى لقاءات أخرى نقيف معاه بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر